اشتركوا في القناة ولكن ماذا عن حجم الخسائر التي تخلفها الوتيرة المتسارعة للصراعات المسلحة في عالمنا اليوم بزيادة في اعداد اللاجئين والمهاجرين جبريا تصل الى 82 مليون شخص وبلغ عدد المعرضين لخطر المجاعة بسبب احتدام الصراع 100 مليون شخص بالاضافة للتضرر الشامل لسكان مناطق تلك الصراعات كم مليون ماتوا؟ في افغانستان؟ كم مليون ماتوا في العراق؟ كم مليون ماتوا؟ في سوريا وليبيا والدول الثانية؟ مين يدفع التمن ده؟ أليست هذه الأرقام الهائلة والأعلى في التاريخ أشبه بجائحة تصل حد المأساة الإنسانية؟ نحن اليوم أمام 235 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في العالم والتعثر في إنهاء الصراعات يجعلهم أمام مصير مجهولة يطرى الطفل أو الطفلة اللي قاعدت تسع سنين في معسكر لاجئين ده حتطلع شخصيتها عمليه وأمام هذه التغيرات المعاصرة والصراعات المتلاحقة بات تطور مفهوم إعادة الإعمار أمرا حتميا ضرورة أدركتها الدولة المصرية من منطلق واجبها الإنسانية كجزء لا يتجذب من أمنها القومية وهو ما نراه جليا في حضور مصر الفعال في القضايا العربية والإفريقية بدبلوماسية تلموية تستعيد بها موازين القوى في مناطق صراعات بات بها الضمار مألوفا وآخرها في قطاع غزة وذلك بعد الدور الرئيسي الذي لعبته مصر في التوسط بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لوقف إطلاق النار في مايو 2021 ومن ثم إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لصانح الإعمار في قطاع غزة مع إتاحة الفرصة للشركات الفلسطينية المحلية جنبا إلى جنبا مع الشركات المصرية المتخصصة للمشاركة في تنفيذ عملية إعادة الإعمار والإسهام في إزالة الأنقاد وركام المنازل المهدمة وتخفيف العبء عن الفلسطينيين وعودة الحياة إلى طبيعتها وحتى الآن ما تم من المرحلة الأولى هو إزالة ورفع أكثر من 85 ألف متر مكعب من الركام خلال 65 يوما وبدء أعمال المرحلة الثانية بتطوير الواجهة البحرية للكرني الشمال غزة وتبقى المرحلة الأهم ألا وهي تعزيز الاستدامة بما يمنع عودة الصراع مرة أخرى إن التحديات الجديدة التي تواجهها عمليات إعادة الإعمار في العالم بعد جائحة صحية ممتدة وتغيرات مناخية تنظر بأن أسوأ الأزمات لم يأتي بعد وسط صراعات متصاعدة داخليا وخارجيا خلفت وراءها اقتصادات هشة وبنية أساسية مدمرة مما يستدعي مزيدا من دعم المجتمع الدولي لعمليات الإعمار في المناطق المتضررة من الصراعات التضافر والمشاركة بين كافة المنظمات والهيئات والشركات الدولية الفعالة متعددة الجنسيات فلم يعد هناك متسع من الوقت أو الإمكانيات المادية لتحمل تكلفة تدوير الصراعات مرة أخرى لكن يظل الأمل موجودا إنه وقت مجتمع الدولية مستعدد على اللعظة وضع المحاولة على نة للمحاول نottaكم إليكم أنا, أفرادوا